أمير طبعا أمير نفسه يروح على المدرسة ما إحنا قادرين نودي على المدرسة زي هنطفال الثانين صحيح أمير؟ تروح على المدرسة وين المدرسة يا أمير؟ لا مدرسة مسكرة؟ سكرة سكرة عشان ريح حالنا لأنه طفل بده مدرسة يقولوا المدرسة مسكرة السلام عليكم أنا أم علاء وشاح أملة طفلين زرعين قوقع عندي أحمد عمره 15 سنة موليد 2007 أمير عمره تقريبا سبع سنين موليد 2015 وأحمد زرعت له قوقعته من عمره تقريبا أربع سنين أحمد كيف حالك؟ ها أم بس الحمد لله الحمد لله انت رائع يا ماما انت رائع زرعنا القوقعة حاكم مجرد متزرع رح يسمع بس احنا ما كنا نعرف شو ما بعد القوقعة شو المعاناة لانت رح يتعنيها أولا احنا ما قدرنا ان نوضع مراكز نطق لأننا استنفذنا كل فلوس وندننا ثانيا ما في مدارس مؤهلة انك تدخل ابنك فيها وهي الحمد لله كنت اروح فيه على الصلط يومين اطلع من الساعة خمس ونص في البساط انا وابني ونصل ونرجع على الدار ست ونص سبع المسا يعني انا ما شفت زي هون ابدا انا ابني الصغير صرت من هون اجمع لي ليرة بريزة شلم بالعربي يعني هالحصالي لجلسة النطق المراكز غالي سعرها انت بتحكي عن الساعة 18 دينار لما تصل للمركز بدك تكسي رايح جاي وطفل هذا بدك تطلع ب 27 دينار انت منهم بدك تجيب كل هالميزانية وبرجع فيها الولد بظل لعيد وزيد بقى بس الاولاد هذول بدهم مراكز نطقية عمي بدهم اشي اساسي بدهم يقفوا على ارص صلبة هذول بدهم يكبروا بجداروش يصيروا مجانين بالشوارع بصراحة يعني امير احسن من احمد هلا امير عمره سبع سنين زرع عمره سنتين بعد سن ونوص حبيبتي خرب الجهاز الداخلي طبعا ابني نام كنت حطت جهاز عراسه صح الصباح حطت الجهاز ما بسمع فيه رحت عالشركة فحصوا الجهاز قالتلي الجهاز الداخلي خربان واجع ابني قلتلها تعالي نشوف راسه مع بعض راس ابني مدحبر قالتلي لا قلتلها راس ابني مكحوط قالتلي لا قلتلها شايفي ابني انا بمشي عائدية احنا في البيت قاعدين ست انفار لخدمة هذول اثنين عشان روسهم عشان ما يتعرضوا لأي خطر كيف خرب الجهاز حق السلك خمسين دينار القصير السلك الطويل حقه مئة وعشرين دينار وممكن تخضي لانه انت سر تزبونة تسعين دينار حسب المعاملة انت اللي بتطلقيها احنا ما عنا رقابة للشركة في الاسعار انا قاعد الحبل حبل حبل عادي لو لقتي في وين ما اجا ما بتحملي حبل المسبحة حقه خمس زننير عندهم هالقد بيجيش شبر كل اشي عندهم غالي حاضنت البطاريات ثلاثمائة دينار لما يخرب الميكروفون بيسافر ما شاء الله عليه عن نمسا وبيجي بتدفع لك لازم تحط تأمين مية من مية لمية وخمسين دينار وبس يجي بطلع لك من الخمسمية وفوق اقل شيء خمسمية او سبعمية وبصراحة انا بنصح اي انسان في الاردن اذا ما كان مقتدر ماديا ما يزرع قوقع احمد شو اليوم؟ شو اليوم؟ ما بعرف شو اليوم طبعا لانه ما فيه تعليم احمد وين السماعة؟ طبعا السماعة الجديدة حقه خمس تلاف مية احنا ما حنقدر نشتريها للأسف